اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جلالة الملك الجبيل احدى سفن مشروع السروات الدفاعية للبحرية السعودية بتقنية الواقع المعزز العربية تستعرض مستقبل الزراعة باستخدام الذكاء الاصطناعي في السعودية حياكم الله اطلق ولي العهد السعودية الامير محمد بن سلمان اعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع رؤى المدينة في المنطقة الواقع شرق المسجد النبوي الشريف اكد ولي العهد ان المشروع سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير باستضافة ثلاثين مليون معتمر بحلول عام عشرين ثلاثين كما سيتم تنفيذه على اعلى المعايير العالمية رؤى المدينة احد احدة المشاريع النوعية الواعدة في المدينة المنورة يقع في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي على مساحة اجمالية تقدر بمليون ونصف المليون متر مربع يهدف المشروع مشاهدين الى انشاء سبعة واربعين الف وحدة ضيافة بحلول عام عشرين ثلاثين اضافة الى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار الى المسجد النبوي الشريف اذ سيتم تخصيص ثلاثة وستين في المئة كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من المساحة الاجمالية للمشروع بعد اكتمال المشروع من المتوقع ان يستقبل مائة وتسعة واربعين الف زائر يومي ضمن بيئة عمرانية مميزة تثري تجربة الزوار وتبرز المكانة الدينية والثقافية للمدينة المنورة منظومة نقل مستدامة في رؤى المدينة تشمل تسع محطات لحافلات الزوار ومحطة قطار مترو ومسار للمركبات ذاتية القيادة فضلا عن مواقف سيارات طبعا تحت الارض وذلك بهدف تسهيل تنقل الزوار الى المسجد النبوي يعتمد مشاهدين هذا المشروع على اليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة ما يجعل هذه الخدمة وتجربة الزوار محاطة بخدمات عالية الجودة 140 مليار ريال سيضيفها مشروع رؤى المدينة للناتج المحلي السعودي والذي يعكس تراث المدينة المنورة ويراعي إحياء التراث الثقافي والمعماري للمدينة ترجمة نانسي قنقر ومعنا من داخل مشروع رؤى المدينة مراسل العربية سلطان السلامي مسرغير سلطان مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض ماذا لديك من معلومات وأرقام حول هذا المشروع حتى الآن أهلا بك نايف أهلا بك مشاهدي قناة العربية نتواجد حاليا داخل مشروع رؤى المدينة نعرض الآن لقطات حصرية ومباشرة لهذا المشروع الضخم الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي مساء البارحة وتحدثنا بلغة الأرقام نتحدث هنا أن هذا المشروع يقع على مساحة مليون وخمسمائة ألف متر مربع يقع بالقرب من المسجد النبوي وتحديدا في الجانب الشرقي للمسجد النبوي نتحدث اليوم أن هذا المشروع متكامل الاستخدامات وهو مشروع تنموي وحيوي بمختلف المعايير نتحدث عن توفير أكثر من 47 ألف غرفة فندقية نتحدث عن توفير 63% من المسطحات الخضراء والخدمات العامة نتحدث عن قرابة 149 ألف زائر تحدثنا عن ركائز تصميم المشروع بشكل دقيق يركز المشروع أو في تصميم يركز على إثراء تجربة الزوار وزيادة الخيارات الضيافة الفندقية في المدينة المنورة نتحدث على سهولة التنقل والوصول إلى المشروع أيضا تبني حلول ذكية ومستدامة أيضا تفاصيل المشروع سوف تتشكل من تطوير مشاريع فندقية والتجارية ومراكز حضرية أيضا توفير ممرات للمشاه آمنة وتفاعلية أيضا نتحدث على استضافة الزوار ضمن بيئة عمرانية متميزة أيضا إبراز المكانة الدينية والثقافية للمدينة المنورة كذلك إنشاء وتهيئة مواقع للمتاحف التاريخية كذلك رفع جهزية المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي التي تستقبل أكبر عدد ممكن لسيما أن السعودية تستهدب بحلول 20-30 مليون معتمر وأحاج أيضا نتحدث أنه بدأت أعمال البنية التحتية كما تشاهدون وكما يعرض أمام الكاميرا اللبناء الأولى بدأت فعلا اليوم من خلال وجود معدات ضخمة وكبيرة جدا وعدد كبير من الشركات العالمية التي تعمل على هذا المشروع من خلال خطوات الأولى تجهيز البنية التحتية التي سوف توفر بها تسع مراكز أو نقاط حافلات ومترو داخل الأرض لوصول المؤتمر أو الحاجة وحتى الزائر إلى هذه المنطقة بسهولة يعني يتحدث على مليون وخمسمائة ألف متر مربع منطقة ضخمة أيضا روعي في تصميم هذا المشروع أن الأبنية أو الأبراج داخل هذا المشروع زميلي نايف ومشاهدين لا تتجاوز من 12 طابق إلى 20 طابق حتى لا تعلو على المآذن الخاصة بالمسجد النبوي أيضا حتى الألوان المستخدمة وأيضا حتى المشروبيات نتحدث عن وجود أكثر من ألف مشروبية سوف تزين هذا المشروع وهي من طابع التصميم أو الثقافة المدينية بشكل عام أيضا نتحدث على جهد كبير يقدم اليوم لشاهد شركات عالمية ومعدات ضخمة تعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز هذا المشروع بحلول 2030 أيضا سوف توفر قرابة 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للكوادر السعودية إذ سوف يتم تدريبها وتهيلها أيضا خرجي الجامعات والكليات في مختلف المناطق للعمل داخل هذا المشروع التنموي والذكي بكامل المقيس يعني نشاهد مثال على هذا أو هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع الضيافة في العالم من خلال المساحة ومن خلال عدد الوحدات السكنية الخاصة بالضيافة وأيضا فكرة تصميم المشروع واستخدام التقنيات وكذلك توفير كل السبل التي تراعي سهولة وصول المعتمر أو الحاج أو الزائر أو المستفيد من هذه المنطقة بشكل عام أيضا بحكم وجودها أو قربها من المسجد النبوي يسأل كذلك من خلال ممرات تربط بين المسجد النبوي إلى هذا المشروع الذي لا يفصل سوى بعض المترات البسيطة نعم نايم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل على كل هذه المعلومات من موقع مشروع المدينة مراسل العربية في المدينة المنورة سلطان السلمي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر أكد والي ولاية الجزيرة متضررة من الفيضانات جنوب السودان إسماعيل عوض الله لمراسل العربية أن المساعدات السعودية أتت في الوقت المناسب وسيتم توزيعها على المتضررين كما نوها عوض الله أنه بعد الاجتماع مع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيتم تقديم المزيد من المساعدات بعد رفعهم للاحتياجات اللازمة التي يحتاجها المتضررون من الفيضانات نحن نغدر كبير الجهد الذي قدمه لنا مركز الملك سلمان وهي مشاركات مستمرة من أشقانا في المملكة العربية السعودية ويعكز عناية الملك سلمان واهتمامه بغضايا السودان المختلفة نحن حقيقة مغدرين جدا لهذا الدعم الكبير دعم كبير واصل والفرق بتاعت هذا المركز تعمل منذ أكثر من يومين في حصر الاحتياج وتوزيع وتحديد الحاجات وهناك حاجات مستقبلية تم الوعد بها من المركز الملك سلمان والشريك الوطني هنا في السودان معنا من مناغل جنوب الخرطوم وفدأ العربية هاني أصفيان مساء الخير هاني مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض أولا كيف رصدت الأوضاع حتى هذه اللحظة في هذه المنطقة والصورة أيضا كذلك ربما تعبر عن الحالة العامة لمناقل جنوب الخرطوم نعم نايف أهلا بك أهلا بمشاهدي قناة العربية قبل أن أتكلم عن عملية المساعدات المشكلة التي نشاهدها أو الواقعة التي الآن نشاهدها هي جزء من المحاولات الصعبة التي تحاول أو يحاول مركز الملك سلمان للغاث والعمال الإنسانية نقل المساعدات من الطريق الذي انقطع بسبب محاولة هذه المركبة عبور الطريق وبعد ذلك بسبب الكمية السيول والفيضانات التي شهدتها مدينة مناقل إحدى مدن ولاية الجزيرة سقطت والآن في محاولة من قبل السلطات السعودية إخراج هذه المركبة طبعا المساعدات أخذ مركز الملك سلمان والفريق الموجود في نقل هذه المساعدات عبر الراجلة ودخول بعض الأشخاص إلى المياه وأيضا جزء منها تم تحميله على إحدى العربات التي تجرها إحدى الأنعام طبعا الواقع الآن لعلها هذه صور خاصة للعربية أثناء محاولة السلطات في السودان إنقاذ ورفع عربة سقطت في طريق مناقل إحدى مدن ولاية الجزيرة ولعلها الآن يتم رفع هذه المنطقة أو محاولة نقل هذه العربة إلى المنطقة الأخرى طبعا هذه المنطقة هي منطقة طينية ومنطقة خطرة جدا التربة من السهل جدا جرف أي شخص يقف عندها أو حتى يعبر إلى الجهة الأخرى ما الذي كانت تحوي هذه الشاحنة بهانية وكانت تود عبور الطريق به أيضا كذلك أو هي شاحنة خالية نعم طبعا هذه كانت شاحنة خالية ولكن انقطاع هذا الطريق جعل هناك عملية كبيرة في تعطل الحركة المرورية في الشاحنات التي كانت توصل المساعدات منها هذه المساعدات المساعدات المركز الملك سلمان لعل الآن أشاهد هذه كيفية طريقة نقل المساعدات الإنسانية عبر حمل أشخاص للبطانيات والأواني المنزلية وكذلك السلال الغذائية وقطع عبر الطريق المائي وكذلك عملية انتقال المواطنين من هذا الطريق هذه الصور الخاصة الآن من جنوب الخرطوم في مدينة مناغل إحدى مدن ولاية الجزيرة والتي تدررت من جراء الفيضانات بسبب الأمطار بالفيضانات والسيول الكثيرة ولعل المنظر الذي نشاهده يعطينا عن كمية وانسياب المياه الذي وصل إليه طبعا جريان الماء بشكل سريع هاني كنت تسمعني هذه المساعدات التي تحمل فوق الرؤوس من قبل طبعا عابري هذه الفيضانات هل هي المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان صحيح هي مساعدات من مركز الملك سلمان لأغاثة ولا مال الإنسانية طبعا هناك تحدي وهناك وقت زمني لابد من نقل هذه المساعدات إلى المتدررين بالداخل لعل المنظر الذي نشاهده أو نشاهده هو المرحلة هي المرحلة الأولى من مراحل عدة سوف نواجهها في الخطوط الأمامية بسبب كميات الأفيضانات الكبيرة وكذلك انقطاع كثير في الطرق وهذا بحسب الإفادات التي أخذوا ينقلوها لنا الأهالي مدنة مناغل طبعا قبل أن أكمل حديثي عن المساعدات هاني أنا ما بقى عندي وقت أو نقل هذه العربة بسلام وأيضا العربة وصلت بسلام ومعها ننهي طبعا معك يا هاني لأنه ما تبقى لديه الكثير من الوقت حمد الله على سلامتهم شكرا جزيلا لك من مناغل جنوب الخرطوم مفد العربية نصفيا على كل هذه التفاصيل والمعلومات رابع مستمر وفيها بعد الفاصل أيضا مصادر كويتية تكشف عن تحديد الاثنين المقبل موعدا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي حياكم الله من جديد في الكويت ذكرت مصادر حكومية أن الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة من المحتمل أن يكون يوم الاثنين المقبل المصادر الحكومية أشارت إلى صدور توجيهات من مجلس الوزراء إلى جهات الدولة المعنية بمضاعفة الجهود للاستعداد للعملية الانتخابية والتزام الشفافية والحياد التام بناء على أوامر القيادة السياسية وصلت إلى المدينة المنورة طائرتاء الإجلاء اللتان أقلتاء مصابي الحادث المروري في مدينة ريزا جمال تركيا بعد توجيه الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسير طائرتين لإجلاء المواطنين السعوديين المصابين في الحادث الذي شهدته مدينة ريزا التركية ونتج عنه عشرات الإصابات وجرى إجلاء ستة عشر سعوديا وسعودية من المصابين في الحادث وأكد المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبد الرحمن حمودة تعفي عشر حالات ومغادرتها للمستشفى بينما ما زالت ست حالات تتلقى العلاج اللازم العربية التقت بعض المصابين في الحادث بعد وصولهم للمدينة المنورة طبعا يوم السبت صار علينا الحادث وإحنا نزلين من الجبل في تركيا وكنا في محافظة ريزا نزلين من مرتفعات من الجبل وصار علينا الحادث بسبب الفرامل سخنت وإحنا نزلين من الجبل الحمد لله أننا على نهاية الجبل ما كنا فوق يعني زيادة وصدمنا في اليمين في الجبل يعني وانقلبنا احنا كنا في الباس تقريبا 24 شخص من ضمننا في ثلاثة أطفال رضع طبعا بعد ما حصل الحادث نقلونا على المستشفى تنوعت الإصابات من جاءت الكسور في الصدر وفي اليد كنا تقريبا في تركيا في المستشفى التركي أربع أيام لأن جاءنا الإخلاء الحمد لله كان الإخلاء سريع ومريح نحن والله نزلون بعجوبة على يسارنا الهاوي وعلى يميننا الجبل وما في المكابح حتعطلت أتخيل و24 هذا اللي أنا أفتكره بس لما سارت الصدمة أنا بعد كده أغم علي ما فكت إلا والإسعاف بيسعفون هذا اللي أفتكره لكن ما الذي سارت في ذاك الوقت لا أفتكر أي حاجة وينضم إلينا هنا في الأستوديو المدير العام التنفيذي لمركز سألي حالات الطبية بوزارة الصحة دكتور نوف الجريان دكتور نوف الأهلا سهلا فيك معنا في نجسة الربيع حياتك هم طمنا أولا على حالات المصابين اللي أجلتهم الحمد لله في عشر حالات الحمد لله خرجت المنزل في باقي ست حالات في المستشفى بالأساس عدد المصابين كانوا 23 حالة سبعة كانوا الحمد لله مستقرين وصاباتهم كانتين أقل من طفيفة الحمد لله ونقلوا بالطيران التجاري ممتاز كيف حالتهم اليوم الصحية اللي موجودين في المستشفى نحن نعرف أنه في ستة غادروا تقريبا في عشرة غادروا أو عشرة غادروا وفي ستة ما زالوا لا زالوا في ستة سيتلقون الرعاية في حالتين حارجة حالتين حارجة نعم والأربع الحالات الباقي الحمد لله إن شاء الله بإذن الله أنه وضع مستقر وإن شاء الله يخرجون من أزلهم قريب يا رب الإصابات المتوقعة من حوادث السيارات من الحادث لأنه كان فيه انقلاب طيب لماذا المدينة المنورة يعني كثير من الناس اللي شاهدوا حالة الإجلاء أنه يماذا اختاروا المدينة المنورة مش مثلا الرياض طبعا بالتنسيق طبعا مع أسر المصابين ومصابين نفسهم معظم المصابين أو المصابين كانوا من منطقة المدينة المنورة فهم فضل يكونون بقرب من أسرهم ومنازلهم وكذا فالتنسيق كان معهم لإخلاقهم لمدينة المنورة التنسيق في مثل هذه الحالات يعني حالات الإجلاء الطبي وأنه في أحد مصاب مثلا الخارج المملكة السعوديين وتنون مثلا إجلاءهم إلى السعودية كيف تتم طبعا أولا أحب أقول أننا كدولة وصلنا مستويات متقدمة جدا وعالية من تقديم الرعاية وصول الخدمة بدعم مباشر من خادم محمد الشريفين وإشراف دقيق من والعهد الأمين حفظهم الله والموقف هذا الذي بصدد حديث عنه وتحدثنا عنه الآن ما هو مثال بسيط لما يتم تقديمه للمواطنين والمواطنات أبناء الوطن هذا الغالي في كل مكان الموقف رغم صعوبته ورغم تعقيداته ورغم القطاعات المشتركة فيه والمتعددة والتي حقيقة أريد أن أتقدم بشكر لهم جميعا رأسهم وزارة خارجية مثلا بسفارة خدم محمد الشريفين في تركيا والإدارة العام الأخلاء الطبي في وزارة الدفاع إلا أن هذا التنسيق والتكامل كان سبب فيه الحمد لله تسييل هذه المهمة وأعطى الوزارة القدرة على تحقيق الهدف وهو تقديم الرعاية لهذا المواطنين ومواطنات أينما كانوا في الوقت المناسب الإجراءات تتحدث هنا مش إجراءات سهلة جدا معقدة طبعا أنت تنسق لعدد غير بسيط من مصابين إصابات مختلفة في دولة أخرى بعيدة وليست قريبة وبحاجة إلى معرفة مستوى رعاية معين لمريض معين في وقت زمني يعني محدد يتطلب كثير من التكامل لو لا التكامل هذا والتنسيق العالي لما استطعنا أننا الحمد لله نحقق الهدف اللي كنا يعني نمشي خلفه طبعا أنتو حصلت على تقارير من المستشفيات اللي كان هم موجودين فيها ومتردين فيها صحيح ومدتوا فيها المستشفى اللي في المستشفى صحيح فالمركز يتواصل مع المستشفى المعالج بالتنسيق مع السفارة اللي بيعث دوبناسي هناك سهلت علينا حصوله على هذه التقارير عندنا لجان طبية متخصصة في النقل الجوي الأسعافي أو الطبي لتأكد من مستوى الحالات لأنه زي ما تكلمنا أخي نايف نقل مريض حرج في وقت غير مناسب قد يكون له ضرر عن مريض فإحنا نقلنا المرضى تأكدنا أنهم مستقرين بحد كافي لنقلهم بالجو إلى المدينة المنورة شكرا جزيلا لك بالسلام لهم إن شاء الله يعطيك العافية ويخرجوا إن شاء الله بصحة وسلام بنيابة عن الوزارة كلها نتمنى لهم شفاء عاجل والله يرفع عنهم أذن الله شكرا جزيلا لك كان معنا هنا في الأستوديو المدير العام التنفيذي لمركزي لحالة الطبي بوزارة الصحة الدكتور نوف الجريان شكرا الله يزاخر شكرا وصلت سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة وذلك بعد إبحارها من إسبانيا وتعد سفينة جلالة الملك الجبيل الأحدث عالميا في طرازها القتالي وهي باكورة مشروع سفن السروات التي تشمل تصنيع وبناء خمس قطع بحرية حديثة وتمتلك السفينة قدرات للتعامل مع كافة التهديدات وتضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها ويبلغ طولها سبعة وتسعين مترا وبوزن يصل إلى ألفين وخمسمائة طن ترجمة نانسي قنقر الرابعة مستمرة تتابعون فيها بعد قليل أيضا إثنى عشر منصة رقمية تصل إلى نسب تتجاوز سبعة وسبعين في المئة في مؤشر نطج التجربة الرقمية في السعودية حياكم الله من جديد على نتيجة الحكومة الرقمية في السعودية عن نتائج مؤشر نطج التجربة الرقمية للمنصات الحكومية المشمولة لعام الفين واثنين وعشرين التفاصيل مع زميل سلم الراجح مؤشر نطج التجربة الرقمية في السعودية تناول إثنتي عشر منصة حكومية بينها أبشر وإحسان وتوكلنا وصحة وناجز وأظهر المؤشر العام وصول النطج إلى نسبة تزيد على سبعة وسبعين في المئة رضا المستفيد عن هذه الخدمات الإلكترونية الإثنتي عشر وصل إلى نحو سبعة وسبعين في المئة من حيث سهولة الاستخدام وجودة المعلومات وإمكانية الوصول وكذلك دعم المستفيد والاستجابة أما في محور تجربة المستخدم فوصلت النسبة إلى نحو ثمانين في المئة من حيث قبلية الاستخدام والإتاحة والخدمات المشتركة وفي محور التعامل مع الشكاوى وصلت نسبة النضج إلى نحو ثلاثة وسبعين في المئة من حيث الاستجابة وحلول الشكاوى وقنوات تقديم الشكاوى لنذهب الآن إلى نتائج أعلى خمس منصات حكومية في النضج تطبيق أبشر التابع لوزارة الداخلية في الصدارة بنحو ستة وثمانين في المئة وهو الوحيد الذي حصل على تقدير متقدم يأتي بعده تطبيق توكلنا لهيئة البيانات والأمن السبراني بنحو ثلاثة وثمانين في المئة ثم منصة إحسان التابعة للهيئة أيضا بنحو واحد وثمانين في المئة وتطبيق صحة التابع لوزارة الصحة رابعا بنحو ثمانين في المئة وأخيرا تطبيق ناجز التابع لوزارة العادل بنحو تسعة وسبعين في المئة هذا ووصل عدد المشاركين في التقييم من المستفيدين لهذه التطبيقات نحو ثمانية عشر ألف مستفيد وتستهدف هيئة الحكومة الرقمية زيادة المقيمين من المستفيدين عبر فتح قنوات تواصل جديدة ترجمة نانسي قنقر دشن طيران ويزا الاقتصادي عشرين وجهة جديدة إلى السعودية بعد حصوله على ترخيص هيئة الطيران المدني السعودي في حفل أقيم بالرياض الطيران الهنغري المعروف بتكلفته المنخفضة وقع أيضا خلال الاحتفالية اتفاقية برنامج الربط الجوي واتفاقية أخرى مع هيئة السياحات السعودية وكان طيران ويز قد وقع شهر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية للعمل على نماذج الاستثمار والتشغيل المحتملة لتعزيز صناعة السياحة في المملكة الرئيس التنفيذي لطيراني ويز جوزيف فاردي كشف للعربية أن الأسعار ستكون تنافسية مقارنة بالسوق السعودي نعلن عن ثلاثة مسارات جديدة من ثلاثة مطارات سعودية في الرياض وجدة والدمام التي بدأنا فيها بالفعل وقمنا بالتواصل والتنسيق مع مطارات في عدة دول أوروبية الطيران من السعودية سيستغرق مسافة أطول ولهذا قد تزداد تكلفة الرحلة بشكل واضح وسنحرص أن تكون الأسعار تنافسية بالنسبة إلى بدائلنا في السوق ومبدئيا ستكون الأسعار منخفضة كالأسعار في أوروبا ينطلق اليوم معرض الصيد والسقور الدولي وذلك في مقر النادي شمال الرياض امتد المعرض لمدة عشرة أيام ويضم خمسة وعشرين جناح أن تلبه اهتمامات هوات الصقور والرحلات البرية والمهتمين بأسلحة الصيد إلى جانب جناح خاص بالسيارات المعدلة كما يصاحب المعرض ندوات وعروض للفنون الشعبية وورش عمل حول أفضل التجارب العملية للصيد المستدم ومعنا من داخل معرض الصيد والسقور الدولي في ملهم شمال الرياض مراسل العربي عبدالواحد الحميد نعم نايف أكثر من خمسة وعشرين قسم أو جناح في المعرض هذا العام متنوعة ومختلفة ما بين طبعا الأقسام المتعلقة بالسقور والسقور بالإضافة إلى الندوات وورش العمل وكذلك المزاد الذي يقام في المعرض الذي يفتح أبوابه من الرابعة وحتى الحادية عشر مساء لمدة عشر أيام ابتداء من اليوم نايف نريد أن نستوضح أكثر حول تفاصيل هذا المعرض ينضم إلينا الأستاذ وليد الطويل متحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي أهلا وسهلا بك ما الجديد في هذه النسخة في هذا العام أحب عليكم العافية وصراحة أنا سعيد جدا بحضور قناة العربية لهذا المعرض المميز يعني بداية رح يكون إن شاء الله في هذا المعرض تنوع كبير من ناحية العرض سيكون هناك نوفر المستلزمات الخاصة للصقور بالإضافة إلى هناك عرض لمستلزمات الخاصة بشكل أكبر من النسخة الماضية محبين الكشتاد محبين البر بالإضافة أيضا إلى مشاركة أيضا المحميات الملكية وأضيف أيضا أن هناك سقار المستقبل ليتكلم عن السقارة وعن هجرة الطيور والتعريف في هذه السقور ونقلها للأجيال القادمة بالإضافة أنا أحب أزيد أيضا أن هناك المزاد الدولي لمزارع انتاج السقور إن شاء الله راح يشارك معنا إن شاء الله أكثر من أربعين مزرعة رائدة أكثر من أربع عشر أيضا عوفهم ثمانتعشر دولة رائدة في مجال انتاج السقور السعيد أستاذ وليد يعني إحنا في اللي شاهدنا اليوم كذلك شاهدنا معرض للأسلحة يبدو أن يقام هذا العام للمرة الثانية ما الجديد في هذا المعرض وماذا بالنسبة للأسعار؟ طبعا هناك قسم خاص للأسلحة شايرك معنا سبع وكالات تحمل 55 علامة تجارية تدواجد طبعا في هذا القسم هناك أسلحة خاصة للصيد ومحبين وعشاق الصيد بإمكان طبعا الراغبين الاطلاع على المنصة الخاصة لنادي السقور السعودي شكرا جزيلا لك أستاذ وليدي الطويل المتحدث الرسمي لنادي السقور السعودي على كل هذه التفاصيل كما تشاهد نايف المعرض في أول أيام هي استقبل الزوار من داخل وخارج السعودية في الأقسام الضخمة والكبيرة التي بدأت باستقبال الزوار ابتداء من اليوم شكرا جزيلا لك من داخل معرض الصيد والصيد والصقور الدولي في ملهم شمال الرياض مراسل العربي عبدالوحيد الحميد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض أنواع الفواكه في السعودية ما نسبته مئة واثنى عشر في المئة أفق ما ذكرته صحيفة اليوم السعودية يأتي ذلك في وقت بلغت كمية الإنتاج المحلي للفواكه منها التمور نحو مليونين ونصف المليون طن وذكرت صحيفة اليوم أنواع الفواكه التي حققت اكتفاء ذاتيا وشملت التين والبطيخ بحجم إنتاج ستمائة واربع وعشرين الف طن والشمام بحجم إنتاج يقدر بأكثر من ستة واربعين الف طن بالإضافة إلى المنجو والعنب بين الحقول والأشجار بات هذا المشهد غير مألوف إلى حد ما قد لا نرى مزارعين يقطفون الثمار أو يحرثون الأرض ويرون النباتات هناك من بات يقوم بالمهمة جيوش الروبوتات هذه مثلا أو الأليات الذكية التي تعرف مكانها في الحقول وغيرها مفهوم الزراع مشاهدين تغير وآدواتها أيضا تغيرت لم لا خصوصا وأن العالم الذي يعاني من أزمة جوع تتفاقم بأمس الحاجة إلى غذاء آمن ومستدام أعداد البشر ارتفعت حاجتهم إلى الطعام زادت والتمدد العمراني قضم معه الأراضي الصالحة للزراعة لذلك اتجهت الأنظار إلى الحل الزراعة الرقمية باتت أمرا حتميا لا مفر منها بعد الآن تجربة السعودية مشاهدينها كانت رائدة في الزراعة الرقمية لكن دعوني قبل الخوض فيها أحدثكم باختصار عن هذه الزراعة فهي تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبيانات الأنظمة البيئية لدعم تقديم المعلومات والخدمات للمزارعين وفي الوقت الذي تتصدى فيه الزراعة الرقمية للتغيرات المناخية تحافظ على البيئة كذلك وذلك عبر تقليل الانبعاثات المنوثة للجو من الغازات السامة الناتجة عن العمليات الزراعية التقليدية بالنسبة للتجربة السعودية في هذا المجال وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخططا لتنفيذ ستة مشاريع مربوطة بالذكاء الاصطناعي تركز على البيوت المحمية مشاريع الزراعة الرقمية في إنتاج الفواكه الموسمية العسل كذلك وزراعة الأعلاف هناك مخطط للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مراقبة أماكن تخزين الحبوب وتطوير مدارس نموذجية حقلية تعتمد على تقنيات الري كما نشاهد أمامنا وتخصيب المحاصيل ومكافحة الآفات والتنبؤ بها هذه الخاصية بالتحديد تساهم في سرعة معالجة النباتات دون الرجوع للمختصين وبالتالي تقليل الفاقد من الزراع وهو ما يحقق استدامة الموارد الزراعية ويحقق الوفرة طبعا ليس بعيدا عن وزارة البيئة نشير أيضا إلى مشروع طموح تعمل عليه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عبر تطوير سياسات زراعية تسهم في الاستهلاك الأمثل للمياه في القطاع الزراعي وتقنيات الزراعة في المناطق الصحراوية أيضا تهدف لتحقيق أمن غذائي مستدام إذن وعود لا حد لها توفرها الزراعة الرقمية ليس على الدول سوى أن تستغل هذه الفرص وتغير من أنظمة الإنتاج الزراعي ونشير إلى هذا الخبر العاجل وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان وذلك تأكيدا على موقف السعودية الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان ولشعبها كذلك وجاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بلا وال بوتو زرداي حيث أبلغه بتوجيه المقام السعودي بالإضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبول دعمها وتعزيزها واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهت نيابة العامة في السعودية تهمة الاحتيال المالي بحق أربعة أشخاص مواطنين أو مواطنين اثنين ومقيم ومقيمة من جنسية عربية عبر إنشائهم وقفا وهميا والاستيلاء على أموال الآخرين وذلك من خلال التسويق للمشاركة المالية عن طريق منشورات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إقناع المتبرعين بتمكينهم من أصولهم العقارية وتسجيلها بأسماء مواطنين سوريا بهدف الاستيلاء على مواردها وضافت النيابة العامة السعودية أنه جرت إحالة المحتلين الأربعة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المنصوصة عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة علنت وزارة الخارجية السعودية عن إتاحتها طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحامل بطاقة هيئة الخاصة لمشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022 الخارجية السعودية أوضحت أنها ستتيح الحصول على التأشيرة من خلال ضوابط عدة بينها السماح لحامل بطاقة هيئة بدخول البلاد قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بالإضافة إلى إمكانية الإقامة في السعودية لمدة ستين يوما والحصول على تأمين طبي قبل الدخول إلى البلاد شهر صفر لهذه السنة يعد امتدادا للأجواء الحارة في النهار وتنكسر درجة الحرارة وتتلطف الأجواء في الليل المزيد من التفاصيل في تقويم عقد الزعاج شهر صفر هو الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها وسمي صفرا لأن الديار تصفر أي تخلو من قاطنيها بسبب البحث عن المعيشة غزوا أو كلأا ومنه أخذ المثل العربي صفر اليدين أي ما معه شيء وكان يقع في شدة الحر وقت التسمية ولهذا العرب القدماء يسمونه بناجر لأن الإبل تنجر فيه من شدة الحر والنجر هو كثرة شرب المياه من دون أن تروي أي دايم عطشانه والعرب القدماء يتشاؤمون في شهر سفر في جاهليتهم برؤية سلوكياتي بعض الطيور فقلت لصاحبايا وكنت أحذو ببعض الطيري ماذا تحذواني؟ فقال الدار جامعة قريبا فقلت بل أنتما متمنياني وشهر سفر لهذه السنة يعتبر امتدادا للأجواء الحارة في النهار أما الليل فتنكسر حدة الحرارة وتتلطف الأجواء ويبرد الهوى والماء باخر الليل ليش؟ لأنه يقع في حيز موسم سهيل ففي أوله تبدأ هجرة الطيور وفي منتصفه تنكسر حدة شعاع الشمس وفي نهايته يتساوى في طول الليل مع النهار لا أسأل الله تغييرا لما صنعت نامت وقد أسهرت عيني عيناها فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها قبل أن نختم الرابعة هذا تذكر بأبرز عنوينها الأمير محمد بن سلمان يطلق المخطط العام لرؤى المدينة تيسيرا لرحلة 30 مليون معتمر وصول مصابي حديث ريز التركية إلى المدينة ست حالات لا تزال تتلقى العلاج اللازم طيران ويز الهنغاري دشن وجوده في السعودية عشرون وجهة دولية من وإلى ثلاثة مطارات سعودية جدة تستقبل سفنة جلالة الملك الجبيل أحدى سفن مشروع السروات الدفاعي للبحرية السعودية بتقنية الواقع المعزز العربية تستعرض مستقبل الزراعة باستخدام الذكاء الاصطناعي في السعودية نهاية الرابعة شكرا لكرمي ولطف المتابعة أعود وألقاكم غدا في رعاية النوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة